احنا وسهلا بكم في درس جديد. الدرس اللي فاتت كلمنا فيه عن ازاي احنا نعمل لأسف للصور. وكان حقيقة كان الصورة اه دي ما كانش موجود ما كنش موجود لها حتى وقدرنا احنا نعمل او اضافة لصورة عن طريق هنا اللي هو كان عشان نعمل للصورة بدون اي فريم. لكن ايضا في طريقة تانية انت ممكن تجاهز الفريم نفسه يعني ممكن روح اجيب مسلا الفريم اتما هتلاقي على الجهة اليسار هنا فلو روحت هنا ممكن اجيب باي شكل اي من الاشكال خلينا مسلا اخذ الفريم ده وابدل ان انا اعمل له مثلا حرسم الفريم وهنا انا بحدد بقى مكان الفريم فين بزبط سواء اذا كان الفريم ده هيكون خاص بالصور او خاص بالتكست وهقدر ان انا من خلال اضافة الفريم ده ان انا اضيف عليه اي حاجة. ببقى امدائيا ببقى ان اضافة الفريم فيه علامة الكبيرة ده ده معناها ان الفريم ده فريم خاص بالجرافيكس ولو روحت هنا من كده على هنا كده هتلاقي فيه ادي نوع هنا جرافيك وممكن تعمل له من جرافيك الى التكست عملت له تكست ده معنا ان هو جاهز لاستبال التكست او روحت هنا تاني رجعته للجرافيك فمعنا ان هو جاهز لاستبال للجرافيكس عموما كل ده مش مش ماضرة اه كبيرة اوي مش مشكلة يعني اه لانك ببساطة انك لو جيت استضمت هنا الطايب طول واحدة غط فيه فحيحوله من جرافيك الى طايب فريم عموما الموضوع سهل انا حددت هنا الفريم وعملته على ياس اللي انا عاوزه بالزبط وارح اعمل نفس الكلام برضو من هنا والمرة ده هروح اختار الصورة وبرضو مش هعمل اي من اللي هنا خلص ما دقيا يعني في حالي وهعمل وقادي عمل للصورة وزي ما تلاحظين كده اول ما بدخل داخل الفريم هتلاحظ في الصورة بقى في عليها اكواس كده بسيطة يعني خارج ما فيش اكواس دخلت في الفريم بقى في اكواس وانسا انا بعمل داخل الفريم الصورة خلاص هتعمل للفريم المشكلة كلها انك لما تقضت هنا على اللي في النص هنا اللي يديره في المنتصف دي هتلاحظ ان الصورة نفسها اكبر بكتير قوي من حجم الفريم يعني الصورة دخلت كبير قوي خليني اواريكم موضوع عشان اواريكم موضوع شايف هنا حصل ايه انا بحضت على الصورة يعني انا فعليا اهوت بحضت على الصورة الفريم البوني فين برا الاورنج ده برا اعمل ازاي تخيلين الصورة حجمها كبير قديه عشان كده يا اما اروح بقى افضل اصغر فيه اروح اضغط هنا كده وعمل عشان احافظ على وصغروا بالشكل ده كده وموضوع يخدميني وقت كبير او ان انا اه بكل بساطة اه ممكن اروح من كده واضغط على الفريم اهوت كده يكون روح من كده وروح في عندكم هنا حاجة اسمها في عندكم هنا هقول له مسلا والله اه 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 فحلت المبدأين هلليها مبدئيا يعني اهوت فحيعملها خلنا اعمل زوم ان بالكنترول و بلس هوت مرة ثانية عشان اه اعمل زوم ان وكده عملت التيكس زي ما شافين اه بس ادي كل الاضافة كل حابة تضيفها دي طريقة ثانية عشان نعمل نضيف بيها اه الصور وانا صراحة بفضل طريق ديات خصوصا ان انا اه بفضل ان انا يكون عندك بتاعتك او الجهزة في الجهز وما تخطط الدوكيمينت تاعك بعد كده تده تضيف التكست اه تضيف الجرافيكس عليه عليه اه او زاكية راستر فانت ممكن تضيف هنا اجمالا الصور ممكن تكون صور دي اه اه صور اه او انها تكون اه راستر عادي جدا ما فيش اي مشكلة. بكده انتهت بتاعنا شكرا و شكرا في درس القادم ان شاء الله